اشتركوا في القناة اتنين روى الصادق في الخصال قال جعفر الصادق قال ولد لرسول الله من خديجة القاسم والطهر وهو عبد الله وأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة وروا محمد بن يعقوب القلين مستغلا عن أبي بصير قال لما متت رقية بنت رسول الله قال رسول الله الحاكي بسلافنا الصالح حثمان إلى آخر رواية ابن شعر أشوف في المناقب والمجلس في البحار قالوا أن النبي ليه بنات من خديجة تبرصي في إعلام الوراء القلين الصادق عن الصادق قال ولد لرسول الله من خديجة أم كلثوم ورقية وزينب فلماذا النبي لم يعدل بين بناتي ويعطي لفاطمة فقط شيخنا العزيز أولا أولا أم ترطيني مجال خليهم تكلموا إياك يعني بس الكلام إليك فضل الشيخ أولا الرسول لا ينطق عن الهواء أن هو الله وحي من وحا أه عندنا إحنا أهل السنة كده فضل الشيخ خلص انت أعودكم أحد السنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص فديك أتاه وحي من السماء يعني الظلم قالوا من السماء أعوذوا بالله النبي لا يشهد على جوه يعني الله يأذن بالله أن الله لا يأمر بسوء يا شيخ مو صحيح يعني الآن 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 إذا واحد مثلا عندي أموان ومن يتميز واحد من أولاده هم يقولوا ده لا لا تنطيك أنت معلم وفي حياتك بس يا شيخنا يعني هذا فقه 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 السنة سيسابق يتكلم بعادة طلع طلع على فقه السنة سيسابق يعني من حق الرجل الناس مصلبون على عمالهم يعني من حق الرجل إذا كان عنده دروة ويريد ويسع الدروة مع الثاني يميز أحد أولاده لأمر ما كأنه يكون أكثرهم علماً كأنه يكون أكثرهم أنا تنزل معك بهذا القول يا شيخ نيب النبي النبي ميز فاطمة رضي الله عنه لا هذا النبي أعطى فاطمة فقط وهذا ظلم النبي أعطى فاطمة فقط وهذا ظلم طيب يا شيخ إحنا نقول إحنا مو ظلم إحنا نقول إحنا نقول إحنا نقول إحنا نقول إحنا نقول ظلم ومشهور على أنه ظلم تشي سوي لك عمال طيب يا شيخنا هل سيدنا علي رضي الله عنه يعني لم يطلب الإمامة لنفسه إنهم تزعمون أنه عمر عمر بن عبد العزيز هل يعطية فتح لفاطمة؟ هل يعطية فتح لفاطمة؟ هلو أخت شقوها من فاطمة؟ أرد عليك يا شيخ نيب أنتو بتقولوا إن اللي أعطاها وكان عادلاً وأعطاها لأبناء فاطمة هو عمر بن عبد العزيز كان أعدل من علي وأعدل من الحسن وأعدل من حسين عندك الآن نتكلم به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إحنا زمن عمر بن عبد العزيز وحد على غير إحنا نتكلم الآن بعد الرسول بعد الرسول ماذا حدث بعد وفاة الرسول هل يعطية فتح لفاطمة أم أخذت من فاطمة؟ طيب يا شيخنا ولماذا عليه لم يعطيها؟ ما انتديني دليل إن هي بتاعت فاطمة الرواية اللي حضرتك بتقول لي عليها قراءها كده يا شيخنا إن النبي قال اقرأ عليها الرواية إن النبي قال الفتك لفاطمة ديت طيب مو بمحدة الرواية أرد عليك يا شيخنا أرد عليك بقول الله تبارك وتع اسمعني يا شيخنا سمعني؟ طيب أرد عليك بالحديث اللي صححه المجلس في مرآة العجول إن نحن معاشر الأنبياء لا نورس ما تركناه صدقة الرواية في كتاب الكافر لمحمد بن عكوب الكوليني وصححها المجلس في مرآة العجول النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث والقرآن يقول وورث سليمان جاول السموين وورث يا شيخنا وورث يا شيخنا هذا كلام محتج فيه الزهراء على خليفة الأول أنت منع الزهراء من فجك ووقف الزهراء على خليفة أستدلت بهذه الروايات وقالت وورث سليمان جاول وورث منه يا شيخ وورث منه ايه وانت عندك الرواية وهزمعك تسجيل المجتمع الشرازي اسمعني يا شيخ تفضل تفضل انت تتكلمه برواية وهذا نتكلم لك بالدراية تتكلم لك بالنص اقل لك النص يقول وورث سليمان داول يعني كل ما يقول عن كلين صحيح وكل ما يقول عن كلان صحيح لا احنا عدنا نصوص طول قرآن نتكلم به الآن إذا القرآن يقول النبي يحق له وحن يخالب القرآن صير طيب أرد عليك شيخنا انتهي طيب أول حاجة روى الصدوق في الخصال والرواية في البحر المجاهدة 14 صفحة 25 وفي الأمال أقصد للصدوق صفحة 118 قال كان داود عليه السلام فقيرا حتى قال قال الله لي داود فما لي أراك فقيرا وقد أعطيتك قال القيام بحقك أفقرني ولكن سليمان ورثة من داود نقول العلم ورثة من داود النبوة ورثة لكن أصلا سليمان فقير ولقد أتينا داود وسليمان علما اسمع الآية قلنا وورث سليمان من داود يبقى ورث ولقد أتينا داود وسليمان علما يبقى ورث العلم أنا أسألك سؤال الآن الله الله فضل سليمان وداود على كثير من الناس فضلهم بالمل ولا بالعلم ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عبادي بإيه؟ بالعلم يبقى ورث العلم يا شيخ وبذلك يسقط استدلالك بهذه الآية وأنا ما زلت أطالبك هكت أولا المراث متى يكون؟ المراث متى يكون؟ بعد الموت؟ ماذا؟ ماذا يعني؟ لك يقفيني مجال ماذا؟ 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 بعد موته؟ بعد موته؟ نعم موت؟ نعم بدك وضيك في الزهراء بعد موت النبي في حياة النبي انت لسه قيل ان هي هبه بقى من شوية يا شيخ انت رجاها تقول لي دلوقتي إرث نعم جاي أقول لك النبي أعطى الزهراء بعد موت الزهراء فدك بعد موت النبي ها؟ ما انت دلوقتي انا مش عارف مين اللي بيملي حضرتك يا شيخنا يعني في حد جميع حضرتك بيمليك انا مش عارف ايه يا فدك انت شاء تتكلم عن ميراث مولانا يا عدم وين ميراث فدك من ميراث ما انت لسه دلوقتي بتقول لي ميراث انا مش عارف حضرتك الاية العراق انا استدللت عليها انت دلوقتي هي مولانا مولانا اولا انت ميز بين النيراث والنحلة فدك نحلم نحلها النبي للزهراء في حياته طيب طيب نحلها النبي نحلها النبي نحلها نحلها ما انت مولانا يريد يعطي بستان او شيء لأحد ما انت بيعطاها كيفين طيب امر الله يا موزج فين اين امر الله يا شيخ انت ليس اقلي الرواية دلوقتي مش كلها صحيحة امر الله العاية القرآنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مهاتد القربة حتى فسأل النبي شو من الحق وهو من هما القربة فسأل سيبراهيل قال ان القربة هم الزهراء فقط يعني 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 عالي مش من القربة والحسن مش من القربة قال العالي هم 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 طيب يا شيخنا الاية وقات ذا القربة حقه والمسكين وبين السبيل صح الاية رقم ستة وعشرين من سورة الاسراء خلينا اينو حضرتك دلوقتي انا اهمي لا تقربة حتى ونسكينوا أمن السبيلين نعم انا دلوقتي يا شيخ امامي تفسير الامثل لlaimed طلامة كارم الشرازي تعال انطلع الآية انا وانت ونشوف تفسيرها هل فعلا كده هي الآية رقم سبعة وعشرين من سورة الاسراء في اين لان تفسير اه سبعة وعشرين آية خمسة وعشرين اهيا ستة وعشرين حضر كتبه كله يتنافشني يان ما كتبه كلهين ويتنافش سواءنا بالشارة الاية هي يا شيخنا ما فهاش التفسير اللي انت بتقول عليه ده ما فهاش ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين يا شيخ والله الكتب في ايدي لا اسمعني يا شيخ انت جبت التفسير ده من ايه انا في ايدي هوت وقاتي ده القربة حقه هو المسكينة وبين السبيل ولا تبذل تبذيره قال الا انها هنا تخص الحالات التي يصرف يصرفها الانسان امواله بشكل جرمان فين جبت التفسير بتاعها الانسان من ايه شل المبذرين حتى مدرسة افناعش ان يقولون ان بالقربة من القربة المقصود بالاية هي فاطمة ولديها انت ما تقولت فاطمة فقط انت انا هتنزل معك بالقول ده انت قلت فاطمة فقط انا دلوقتي عندي تفسير الاية اسمعني اسمعني يا شيخ مالك يا شيخ مالك انا دلوقتي تفسيري الامسل في ايدي دلوقتي بيقولك وقاتي ذا القربة حقه قالت صادق عليه السلام من انفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر ومن انفق في سبيل الله فهو مقتصر وقاتي ذا القربة حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذير مفيش وقاتي لا تعتبر دليل على اختصاص هذا الحكم به لان جميع الاحكام اللي ولده في المجوعة ملقيت كالنهي مفيش احكام عامة تخاطب الرسول فين اللي انت بتجيبه ده التفسير حضرتك قاتي ذا القربة حقه اي قاتي فاطمة فدك جبت مني التفسير ده يا شيئا اقرأ 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 في تفسير ده القربة طب ما تكرق اه ايه اقول يا شيخ الرواي طب يا شيخ عجيب يعني فدك شيخنا الآن علمت من حضرتك ان فدك ذكرت في القرآن وفاطمة طالبت في فدك من الخليفه الاول والخليفه الثاني وامامة علي لم تذكر في القرآن وعلي لم يطلب بالامامة لنفسي اذا فدك اهم من الامامة وفاطمة اشجع من علي في دين الامامية الاثني عشرين روحت فين يا شيخ من اللي بيسلطك ده أنا عايزو يتكلم يا شيخ يعني تسمعني آفة أغلق الخط كما ترون يعني ده أصل من أصول دين الإمامية الاثنى عشرية فدك تلا في الآخر يعني هذه الأرض ذكرت في القرآن وفي آية تنص على إن فدك لفاطمة أعوذ بالله ما أجذب المراجعيه كان معكم يعني المعمم الشيعي اللي انتو سمعتوا صوته الآن اللي هو تعالوا عيني ده عديد السال تاني إيه رأيكم يا إخوة اللي هو الشيخ ملك العبادي تعالوا نشوفه كده هيرد عليها ولا خلص أظن كده مش هيرد أغمى عليه من السؤال الأخير فدك تذكر في القرآن وإمامة علي لا تذكر في القرآن وفاطمة تطلب بفدك وعلي لا يخرج يطلب بإمامتي إذا بفدك أهم من الإمامة وفاطمة أشجع من علي في دين الشياء عياذا بالله فصل الله أن يهدي هذا المعمم وأن يأخذ بيدي إلى الحق كان معكم الشيخ ملك العبادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر